خلينا نبدأ بالمجموعة الأولى من أخبارنا وهو تشكيل الحكومة اللي ما زالت الأحزاب الثلاثة مجتمعة مفاوضات المجموعات الفرعية بتشتغل بتطرح ما توصلت إليه لرؤساء الأحزاب وإن كان موضوع الميزانية هو الشاغل الأكبر إلى الآن اللي مش قادرين الأحزاب الثلاثة يتخذوا فيه قرار نهائي بشأن موضوع الميزانية خبر الأول بيقول الائتلاف في النمسا يتطفق على حزمة اندماج لتسريع عمل اللاجئين وتقييد المساعدات عندنا خبر في السياق نفسه المستشار النمساوي لا يستبعد زيادة في الضريبة على السكان ويستبعدها من الأغنياء والخبر الخاص بالمجموعة دي الثاني عشر من ديسمبر موعد محتمل لاتخاذ قرار أولي بشأن تشكيل الحكومة زي ما قلت من اللحظات يعني موضوع الميزانية وفرض الضرائب على الثروات اللي متمسك به الحزب الاشتراكي وعلى رأسه أندرياس بابلر بيطالب بفرض ضريبة على الأغنياء وضريبة المراس ولكن هناك تعارض شديد من حزب الشعب لأن دا مش موجود في برنامجه الانتخابي وكمان حزب النيوز رغم كل هذه الاختلافات أو بعض الاختلافات الجوهرية المتعلقة بالميزانية وممكننا بنقول أن الحكومة يجب عليها أن هي تعادل أو تخفض من 15 مليار يورو لازم تخفضها من الميزانية القادمة هل يمكن مع هذه الاختلافات أن يكون هناك في الثاني عشر من ديسمبر حكومة أو الخطوط العريضة الأولى لتشكيل حكومة ائتلافية ثلاثية في النمسا للمرة الأولى بعد زمن طويل تحية الدكتور ومضوع تحية الزمينة عن السادة المشاهدين والمتابعين على النمسا ميديا بالأسبوع 49 للعام 2024 يعني بصراحة موضوع الائتلاف هو اتلاف مستمر والمفاوضات مزارت مستمرة ومثل ما تفضلت في مطلع حديثك أنه هن معا لل 12 ديسمبر يعني أعتقد نهاية الأسبوع الجاي تقريبا قبل نهاية الأسبوع الجاي لا بداية الأسبوع القادم 12 ديسمبر حتى 12 ديسمبر حيعلنوا حيكون يعني أنه بالضبط أنه هن فعليا بتكون الخميس تقريبا لل 12 ديسمبر لأنه اليوم ستة فبالتالي من المفترض أنه يكونوا فعليا انتهوا من المحادثات انتهوا من التوافق على البرنامج الحكومي لمدة لخمس سنوات مقبلة وبالتالي حيكون فيه مؤتمر صحفي ضخم بترأسه كارني هامر أندريس بابلر مدين الرايزينجر الحزب النيوز حتى يعنوا هذا البرنامج مع الأسف يعني لاحظ أنت شوف العنوين سيدي الكريم اليوم كيف كانت شكلها تقريبا أنه المستشارة نمسا ولاية يستبعد ضريبة على السكان ويستبعدها على الأغنية يعني موضوع ضريبة اللي عنده الملايين واللي عنده أملاك واللي عنده الموضوع الميراث هذا ما بده يقرب عليه السيد نيهامر ولكن عنده استعداد يفرض ضرائب جديدة على السكان بكل بساطة وهو مرتاح ومالهم زعوج وحياته سعيدة والعصافير تزغزغ كما يقال فطبعا أندريس بابلر اليوم كان فيه خبر نحن لشرناه قال أنه هو فعليا يعني لن يوافق بشكل حقيقي أو بشكل كامل على ما يريده المستشار النمساوي بعدم فرض رائب على الأغنية ويعني على ما يبدو أنه ما زال يوجد هناك يعني مناوشات بهذا الملف لأنه المستشار النمساوي في وسط الأسبوع هدد بإيقاف التحالف المفاوضات المفاوضات بالضبط هدد بإيقاف المفاوضات وبالتالي يعني هنا أبدأ أبدأ أندريس بابلر ليونة معينة من أجل العمل على إيجاد توافقات وحل وسط لأن السياسة دائما في الائتلافات المتعددة مع اختلافات الأديولوجيا يجب أن تبنى على تنازلات حقيقية حتى تستطيع هذه الأحزاب العمل مع بعضها البعض يعني لاحظ أنت حزب يسار وسط مع حزب يمين وسط يعني لازم يلاقوا خطوط مشتركة وضايع بيناتهم مينة رايزنجر عما تحاول أن تلاقي ولكن بالمقابل اليوم نحنا شو نزلنا خبر على التلاف في النمسا يتفق على حزمة اندماج لتسريع عمل اللاجئين وتقييد المساعدات كأنه ما ظل مشكلة وما ظل مصيبة وما ظل قصة إلا أنه موضوع اللاجئين استمرت المفاوضات بالأحزاب المشاركة والتركيز على مختلف الملفات السياسية مع استمرار توصل إلى صعوب اتفاق بسبب قضية الميزانية هي القضية المحورية ولكن تم التوافق على حزمة اندماج وتتضمن تسريع وصول اللاجئين لسوق العمل بإضافة إلى تغيير في سياسة تقديم المساعدات للاجئين بحيث تكون المساعدات عبارة عن سلع بدلا من الدعم المالي يعني ضلت مشكلة اللاجئين كلها هي أو مشكلة النفسة كلها تم موضوع اللاجئين وهالمساعدات اللي بياخدوها واللي هي بتحرك الاقتصاد النمساوي بشكل أو بآخر لا بس دا كان ملفه برضو مهم لأنه كان حزب الحرية يمكن هو الوطر الوحيد اللي كان بيلعب عليه حزب الحرية هو أحد الملفات هو أحد الملفات ولكن مثلا منه لتعزيز اندماجه بسوق العمل هذا الكلام كل اللاجئين يطلبونه يعني احنا بدنا سياسة حقيقية تعزز وصول اللاجئين لسوق العمل هذا مطلب جماعي ولكن ما تعدوا تشتغلوا بالسياسة الاجتماعية العريقة المبنية عليها النمسا هنخفف مساعدات هنعمل هيك عملوا سياسة تساعد على الاندماج يعني من لا يندمج من لا يتعلم اللغة من يرفض العمل تخفف المساعدات عنه بشكل حقيقي وليس بشكل صوري هذا الكلام جميعنا معه جميعنا نؤيد أنه فعلا تكون في سياسة اندماج مناسبة وحقيقية فبالتالي أعتقد يعني بشكل أو بآخر بالمجمل نستطيع أن نقول هناك اتفاق يعني بشكل عام على استمرار هذا الاتلاف وتوصله فعليا إلى المستشارية النمساوية برئاسة كارل نيهامر طبعا في كتير أمور يعني اليوم تم تسريب من خلال الاجتماعات موضوع بالنظام القضائي إدارة السلطة القضائية وتوجيهها العليا في هذا المجال يعني سلطات مستقلة محادثات جاري إعداد نظر في قطاع التأمين الاجتماعي موضوع التأمين الصحي كمان يوجد تحسينات فيه وتحديد مواعيد مسبقة عند الأطباء بسبب الانتظارات الطويلة أحيانا عند الأطباء يعني على ما يبدو في بعض الأمور التي تساهم في تعزيز رفاهية النمساوية رفاهية من هو موجود في النمسا ضمن الحكومة المقبلة أنا كما قلت لك دكتور ممدوح يعني مرارا وتكرارا أنا متفائل بصراحة بهذه الحكومة أنا متفائل فيها أنا متفائل بتشكيلة حزب الشعب مع الحزب الاشتراكي مع وجود السيدة رايزينجر في نفس الوقت أنا متفائل أنها فعلا ستعيد النمسا إلى توازن حقيقي في المرحلة المقبلة الخمس السنوات صحيح هي مرحلة صعبة عاجز ميزانية يصل إلى 25 مليار 12 إلى 25 مليار يعني ما أعرف صراحة في عدة أرقام بهذا الخصوص التحدث ولكن أنا متفائل بصراحة نقطة الأولى أنه هو خفض العجز 15 مليار في بداية ما يبدأه يعني دي مطالب بها الحكومة بعد تشكيلها مباشرة أنها تقدم ميزانية بخفض 15 مليار يورو نعم بس أنت شايف أن المواضيع دي كلها إيجابية أنها يعني بيحاولوا برضو هناك يعني تكالب من الأحزاب كلها عايزين برضو أنهم يحطوا دين فهم تكاتف وليس تكاتف تكاتف يعني نعم لكن موضوع الميزانية ده موضوع هام جدا نتمنى أن هما فعلا يتوصلوا لي لحل نهائي ويمكن قدينا منتظرين يوم 12 ديسمبر لإعلان الفطوط العريضة صحيح للإدفاع